اشتركوا في القناة عن الأمل في أن تتواصل المفاوضات في السويد إلى حل الأزمة اليمنية كما أشهد سموه بجهود التحالف لدعم مفاوضات السلام وفيما يتعلق بالأزمة السورية أعرب سمو أمير دولة الكويت عن الأمل في الوصول إلى حل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية مضيفا سموه أن مسيرة السلام تعاني جمودا وتجاهلا من قبل المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر